أهلا وسهلا بكم من جديد طلابنا ننتقل الآن إلى شيء مهم جداً وهو questions in English الأسئلة في اللغة الإنجليزية وبالتالي وبدون مقدمات طويلة فإحنا في عنا ثلاث أنواع للأسئلة في اللغة الإنجليزية أول نوع من سميه wh words or questions وهذا نوع من الأسئلة الذي يبدأ دائماً بwh يعني عائلة wh مثل what when where etc إلى آخر بالإضافة إلى النوع الآخر إحنا نسميه yes no question السؤال اللي بيكون جوابه إما نعم أو لا يعني نسميه closed question اللي هو السؤال المغلق وبالتالي جوابه هيكون إما yes إما no وفي عندي السؤال الثالث مطلوب بنا لكن مش موجود في التوجيه بس حلو من باب المعرف أنه نعرف أنه في عندي إشو اسمه question tag or tag question السؤال الثالي بمعنى أليس كذلك ورح نفوت في التفاصيل so without further ado let's get started تعالوا نبدأ مع بعض في أول نوع من أنواع الأسئلة types of questions أنواع الأسئلة هناك ثلاث أنواع من الأسئلة كالتالي أول شيء السؤال العام السؤال العام السؤال wh سؤال wh يعني سؤال العام يعني نسميه اللي هو open question سؤال يعني بيحتمل إجابات كثيرة وليس closed ليس سؤال مغلق مش والله بيحتمل جوابين نعم أو لا لا في احتمالات كثيرة في الجواب على هذا السؤال هي واحد تمام نوع الثاني من سميه سؤال نعم ولا وعادة ما يبدأ بفعل مساعد إذن هو حيبلش بفعل مساعد وتكون الإجابة عليه إما نعم أو لا كيف يعني فعل مساعد يعني واحد من مجموعة do ممكن أنه يبلش بدو ممكن أنه يبلش بدوز أو ديد هذا السؤال ممكن أنه يبلش بأفعال البي من أفعال المساعد ممكن يبلش السؤال بإيز واز ممكن يبلش بآر أو وير اتسترا هي المقصود فيها أنه يبلش بفعل مساعد لما يبلش بفعل مساعد هيكون جوابه إما نعم أو لا والسؤال الأخير اللي هو السؤال الذيلي ومنسميه كوستنداك بمعنى ليس كذلك هنجي عليه بالتفصيل في الشرح الدقيق إذن هذه أنواع الأسئلة WH question سؤال WH هذا بتكون جواب عليه يعني عام وشامل وليس جوابه مغلق ويسنو question السؤال الذي يكون جوابه إما نعم أو لا هذا سميناه closed question وعندي question tag or tag question سؤال الذين نبلش في WH عائلة WH لكن قبل ما أنا أبلش بعائلة WH خليني أنا أورجيك كيف منشكل سؤال يعني معلومة ضافية حلوة خليني نتعلمها أستاذ أنا بدي أتعلم كيف أن أكون سؤال WH بطريقة احترافية بدون أخطاء على سبيل المثال خلينا نطرح جملة معينة بجي بحكي لك for example يعني أنا زرت البترة الأسبوع الماضي هاي الجملة الآن أمامي في عندي عدة احتمالات إني أسأل عليها أول شيء ممكن إني أسأل فيها على بترة وهي عبارة عن مكان يعني أنا قاعدة بتكلم في place ممكن إني أسأل عن last week وهي عبارة عن time يعني زمان وبالتالي الزمان ممكن إني أسأل عنه بwhen هاي واحد المكان ممكن أسأل عنه بwhere هاي أول خطوة الآن لو جيت أنا بدي أسأل على سبيل المثال عن last week عن إيش last week أول شيء بدي أحول هذا السؤال إلى yes no question خليني في البداية بس عشان ما أسوي لك خربطة خلينا نغير بس ضمير I ونكتب for example شادي تمام شادي visited Petra last week طيب وممكن كمان أسأل عن من الذي ظهر عن الشخص الفاعل هو تمام شوف الآن أول شيء بدي أكتعرف إذا إحنا سألنا عن last week بدي أنا أول شيء أحول هاي الجملة إلى yes no question سؤال نعم أو لا هذا السؤال نعم أو لا بدي أبلش بفعل مساعد كونه أنا قاعد بتكلم في visited verb two إذا أنا بدأ أستخدم did حتى إني أسأل عن هذه الجملة لأنه فعل ماضي فمنحكي did شادي ها did شادي visited لا visited لا visit دربالك لأن إحنا بلشنا بدد فبننشير أي زيادة did شادي visit بترا هل شادي زارة البترا last week الأسبوع الماضي هذا النوع من الأسئلة شو منسميه منسميه نعم أو لا ليش يا أستاذ نعم أو لا لأنه أنا لو بدي أجاوب على هذا السؤال حيحتمل إجابتين إما إني أحكي yes إما إني أحكي no وبالتالي إذا كانت yes yes he did نعم هو فعل ذلك or no he didn't لحد هون تمام الأمور طيب إذن أول شيء من خلال الجملة اللي أنا طرحت لك إياها هون شادي visited بترا last week أنا بدي أسأل عن هذا الوقت أول خطوة بحول الجملة إلى سؤال نعم أو لا كيف بدأ أحنا بحول الجملة بسؤال نعم أو لا بدي أنا أبدأ بفعل مساعد كوني أنا بتكلم في الماضي البسيط فالفعل المساعد المستخدم في تركيب سؤال الماضي البسيط هي عبارة عن dead ثم بتنزل الفاعل وبعد الفاعل بتجيب الفعل كان في الجملة الأصلية وبجرده من أي زيادة يعني كان visited حيصير visit وبكمل الجملة هل شادي زار البتراء الأسبوع الماضي أنا بتقول لي yes he did نعم هو فعل ذلك or no he didn't وهذا الحكي إحنا خلصنا منه الآن حتى أسأل عن last week وهي عبارة عن وقت time فأنا بدي أبلش بwin هاي أول خطوة طيب الخطوة الثانية يا أستاذ نزل كل هذا السؤال مثل ما هو باستثناء الجواب يعني لا يعقل أني أنا أسأل متى زار شادي البتراء الأسبوع الماضي وأحكيه لا لأنه ما في عندي سؤال لازم يكون بالجواب تمام الجواب مش لازم يكون في بناء السؤال so when did شادي okey visit بتراء ها لحد هون بصير نازل last week لا ليش لأنه هاي الجواب لا يجو أستخدم الجواب في تركيب السؤال إنما لو بدي أجوب على السؤال اللي أنا ركبته when did شادي visit بتراء فبتقول لي شادي visited بتراء last week بهاي الطريقة إحنا كونا سؤال WH بثلاث خطوات هاي الشغلة مهمة جدا طيب خلصنا من هذا الكلام تعالي نشوف الآن WH words أول واحدة هو بمعنى من طيب شو يعني هو يعني يستخدم لأسأل من الذي قام بهذا الفعل من الذي قام بهذا الفعل من الذي سوف يكون الفائز الفائز عبارة عن شخص فأنا بس ألقاعد فيها عن شخص تمام؟ قام بفعل شخص قام بفعل طيب ننتقل لـ what الآن what بستخدمها حتى أني أنا أجيب فيها information يعني معلومات بمعنى ماذا؟ يعني بقول لك أنا بدي أصنبط معلومات استخدامها used to ask for information إذن هي تستخدم للسؤال عن معلومات بدأ تحصل على معلومات شوف المثال what does this sentence mean؟ what does this sentence mean؟ ماذا تعني بهذه الجملة؟ إذن أنا بدي معلومات أحصل عليها طيب سؤال رقم اثنين what dress are you wearing tonight؟ إيش أنت الزي أو الرداء اللي بدك تلبسه الليلة؟ يعني أنا بدي أحصل منك على معلومات إذن what تستخدم to ask about information حتى نسأل فيها عن معلومات طيب الانتقال لوين؟ أنا بعرف وين معناها متى بما إنه معناها متى إذن في عندي time إذن أنا بسأل قاعد عن وقت إذن used to ask the time of the event يعني أنا بستخدمها حتى تسأل فيها عن وقت هذا الحدث يعني شيء حصل بدك تسأل عن وقته تبدأ سؤالك بwhen هذه شغلات مهمة جدا شوف المثال when can I see you again when can I see you again وين بقدر أشوفك كمان مرة أو متى عفوا بقدر أشوفك كمان مرة إذن هون سألنا بمتى وين متى مش أينها إنسوا الموضوع إذن هي أكيد where بتسأل عن مكان ومعناها هنا إنما when معناها متى تماما مثل ما حكيت طيب سؤال رغم اثنين when is the next world cup متى كأس العالم القادم إذن بسأل فيها عن متى يعني time of event or action يعني وقت حدث أو شيء معين بده يسير ممتاز جدا طيب لأن where هذه هي بتسأل عن مكان أنا هون بمعنى أين إذن هون بسأل فيها عن place عن مكان so the function أو الاستخدام you used when to ask for location location معناها موقع بقول لك بعقل location طيب شئن location هي نفسها place مكان إذن أنا where بستخدمها حتى أسأل فيها عن مكان مثال على ذلك where were the keys أين كانت المفاتيح بدي مكان بدي location للمفاتيح where do you live وين أنت بتعيش يعني أنا بسألك عن location عن موقع أو مكان وبالتالي هذه تستخدم المكان الآن why بمعنى لماذا وبالتالي أنا هون بسأل فيها عن reason cause إذن أنا هون بدي سبب بدي سبب عمالي بسأل بقول لك ليش يعني أنا بدي سبب أعطيني السبب ليش أنت فعلت ذلك وبالتالي مثال على ذلك why did you break the glass ليش أنت كسرت الزجاج إذن أنا بدي منك reason أعطيني سبب أعطيني cause طيب why haven't you called ليش أنت ما اتصلتش إذن هون كمان مرة I asked for a reason or cause أنا بسأل هون فيها عن سبب وإشي بدي أعرف أنا السبب هذه المقصود فيها طيب which which معناها أي بلا الشيك نكتبها أي من يعني أنا بدي أخيرك بين شغلات بقول لك أي واحد من هذه الأشياء أي تمام so for example بقول لك which one do you prefer أي شي أنت بتفضل do you prefer for example coffee or tea يعني هل أنتوا تفضل الشاي من القهوة وبالتالي which عمالي بسألك عن شغلتين بخيرك بين شغلتين شوف مثال على ذلك so الوظيفة والاستخدام من which we use which إحنا بنستخدم which ليش يا أحباب when there is a choice choice معناها اختيار لما يكون في عندك اختيار انت حد تسأل بـ choice يعني بخيرك بين شغلتين شوف الآن مثال على ذلك which of these pins is the best أنا رايح بدأ أشتري أقلام مسكت القلم في يد اليمين وسكت القلم في يد اليسار بقول لك والله which of these pins is the best أي واحد من هذه الأقلام هو الأفضل برأيك تقول لي for example the red one is the best the blue one is the rest or is the best مش is the rest همالنا is the best هي الأفضل وبالتالي which بسألك بين شغلتين أو أكثر which author do you enjoy أي مؤلف أنت تستمتع بتأليفه إذن بسألك بين أشياء بخيرك بين أشياء هاي نستخدمها لما يكون في عندك choices طيب whose بمعنى لمن يعني أنا بسألك عن ملكية يعني possession إذن هون في استخدام لهوز بقول لك for example whose car is this لمن هذه السيارة وبالتالي ننتبه عليها إذن whose نستخدمها حتى أن نتبين فيها possession يعني امتلاك امتلاك أنا بدي أورجيك امتلاك بقول لك بسأل whose child is this that has a cough من هذا الطفل لمن هذا الطفل الذي يسعر هاي المقصود فيها اللي عنده سعاد who's back is this لمن هذه الشنطة أو الحقيبة وبالتالي who's بسأل فيها عن صاحب أو مالك الشيء تمام بالانتقال إلى how ومعناها كيف معناها إيش كيف أنا هون بدي أسألك عن process أو way طريقة أنا بسألك فيها هون عن طريقة وآلية لشيء معين process معناها آلية إذن أنا بوضح فيها to explain a process or a way يعني أنا هون بوضح فيها طريقة أو آلية شوف كيف معناها كيف how do you learn English بتجي بتسألنا تقولي يا عمين كيف تعلمت اللغة الإنجليزية how do you learn English إذن أنا هون عمالي بسأل عن process آلية كيف آلية تعلمك طريقة تعلمك كيف تعلمت اللغة الإنجليزية how has the weather pen كيف أصبح الطقس وبالتالي أنا هون بسألك عن آلية كيف الطقس أو طريقة كيف أصبح هذا الطقس how do you live كيف تعيش what do you do for living هاي لا أمل لاش فيها نسمع إحنا على السوشال ميديا شو بتسوي حتى أنت شو بتشتغل في حياتك هاي ملناش فيها so how بس تخدمها حتى إبين فيها the process of way وما ننسى إنه في عندي كمان أدوات سؤال على how مثل how many ومعناها كم عدد وهي تستخدم مع المعدود في عندك كمان how much هي تستخدم للسؤال عن مقدار شيء غير معدود كيف يعني غير معدود باجي بسألك قداش تشرب مي باليوم how much water how much water do you drink a day how much water do you drink a day إذن هون بسألك عن مقدار شيء غير معدود في عندك كمان how often هون للسؤال عن عدد وتكرار الأشياء والنشاطات كم غالبا how for example far المسافة how long برضو بسألك هون كمان عن طول شيء معين فأنا في عندي أدوات سؤال بالوح منها how وبنات هزي ما بنسميها مثل how much how many how often how far how long هذه الأشياء والمزيد منها لكن هذه فكرة رئيسية وسريعة عن موضوع ال-wh questions شارت على الدرس القادم هنأخذ ال-yes no questions سؤال نعم أو لا بالتفصيل حتى ذلك الحين أستودعكم السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة